مرة جديدة تتجه الأنثار إلى أقليم دومباس شرق أوكرانيا مع تصاعد حدة المعارك هناك بعد انسحاب روسي من الضفة الغربية لنهر دينيبرو شكل وفق كثيرين لحظة مهمة ومفصلية في مسار الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا قبل تسعة أشهر بالنسبة لموسكو فإن الانسحاب من خرس وإن شكل انتكاسة لها فإنه يتيح لقواتها تحويل قدراتها القتالية إلى دومباس الذي يضم منطقتين دوناتسك ولوهانسك فضلا عن تعزيز مواقعها الدفاعية والهجومية على طول جبهات القتال شرقا في الأقليم حيث بات بإمكانها إعادة نشر ما يقرب من عشرين ألفا من جنودها المنسحبين من خرس فضلا عن نشر المزيد ممن جندتهم مؤخرا مع هذا التراجع بات الوضع الميداني أشبه بما كان عليه أوائل الربيع حين انسحبت موسكو من محيط كييف وقالت إن تركيزها سينصب على دومباس بعد ذلك بأسابيع تمكنت من إغضاع كامل لوهانسك تقريبا بعد دخول قواتها مدينتي سيفرو دوناتسك وليستشانسك وهي تضغط حاليا باتجاه كراماتورسك عاصمة دوناتسك تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها باتت اليوم على مشارف مدينة بخموت التي تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى كراماتورسك كما أعلنت عن تقدم ميداني قالت إن من شأنه أن يفتح جسرا للسيطرة على المزيد من الأراضي في دومباس نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة التي قامت بها قواتنا تم تحرير مستوطنة بافيلتكا في جمهورية دونتسك الشعبية بالكامل مع إعادة روسيا الزخمة لهجومها في دومباس تكثف في الوقت ذات هجماتها الصاروخية على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا وعلى منشآت حيوية أخرى في موجة جديدة من القصف وقع ميداني يدفع موسكو وفق الكثيرين إلى إعطاء الأولوية لمنع كياث من تحقيق مزيد من التقدم شرقا وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى طباط العمليات القتالية خلال الشتاء وذلك قد يشكل فرصة لتعويم خيار المفاوضات ندرعلوش تيرت عربي